معانا اتصل تليفوني علو ايو المهجة تفضلي اهلا بحضرتك انا مهجة من السيون كنت بطبع محاضرتك اهلا بيك والحمد لله دوقتي ما يا حنين انا كلمتك اكي كده طب سيدي ربنا يخليهم لك تفضلي متشكل لحضرتك تشكر ليك اهو نكت عايزة بحضرك يا دكتور انا بردع بالوقت هي عندها عشر شهور كويس هو ينفع اخذ السبغاج والمي طيب مش ينفع اذا كنت حضرتك مريضة تكيّس مبايد نشيل كلمة ينفع نشيل كلمة ينفع ونحط كلمة يجب تمام وانا بردع عادي اه وانت بيتردعي عادي تمام حضرتك فيه ثلاث نصائح ثلاث نصائح لمريضة تكيّس المبايد التلاث نصائح دول يستمروا العمر كله ما قلناش يستمروا لحد ما تدورة تنتظم ما قلناش يستمروا لحد ما تتجوز ما قلناش تستمر لحد ما يحصل طبويد ما قلناش تستمر لحد ما يحصل حمل ما قلناش تستمر لحد ما الحمل يبقى كويس وما يجهدش ما قلناش تستمر لحد ما تولد ما قلناش تستمر لحد ما تردع ما قلناش تستمر لحد ما تجيب العيال اللي هي عايزاهم تستمر النصايح اللي أنا لسه هقولها دي مدى الحياة إيه بقى الثلاث نصايح المستمرين مدى الحياة لمريضة تكايوس المبايد نمرة واحد فقد الوزن كل كيلو بتنزله يبقى أحسن تسعين والوقتي بقيت اربعة وتمانين او لها ثلاثة وتمانين احسن طيب انا ثلاثة وتمانين كفاية كده لها ثلاثة وتمانين احسن تمام يبقى فقد الوزن شيء اساسي وحتمي ومستمر لحد امتى مدى الحياة اتنين نظام غزائي قليل النشويات والسكريات مريضات تكيوس المبايد هم مريضات عندهن استعداد وراثي للسكر وكلهن في الطريق للاصابة بالسكر ولا نستطيع ان نمنع هذا لكن نستطيع ان نؤخره نؤجله نعطله نقلل من دركته وقسوته وشدته بنظام غزائي قليل النشويات يبقى كل لقمة عطاف بقي لو قدرت اننا تبقى اقل في النشويات والسكريات في انظمة الغزائية تبقى افضل نمرة ثلاثة عقار الميتفورمين والذي لم يجد الطب له بديلا ولا له بديل ولا حاجة غيره ولا حاجة غير ده عشان تحسن المشكلة الرئيسية في مريضات تكايس المبايد وهي مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين المشكلة الرئيسية في مريضات تكايس المبايدة